التربية الوطنية والاجتماعية الصف الرابع الجزء الأول هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الوحدة الأولى المملكة الأردنية والهاشمية الأرض والسكان تتناول هذه الوحدة موقع الأردن المتميز على خريطة العالم وحدوده وأشكال سطح أرضه وتنوعها على امتداده الجغرافي وسكانه وفئاتهم ودور الأسرة في بناء المجتمع الأردني وإبراز جانب التنوع والعيش والتآلف في إطار الوحدة الوطنية الدرس الأول موقع وطني ما اسم المحافظة التي تسكن فيها؟ ما المحافظات القريبة من محافظتك؟ ستتعرف في هذا الدرس محافظات الوطن وموقع على خريطة العالم أولاً محافظات وطني تتألف المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة ولكل محافظة طبيعة جميلة ومعالم مهمة تميزها عن غيرها ومدينة عمان هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية وأكثر محافظات المملكة سكاناً وفيها أبرز مؤسسات الدولة منظر الشكل واحد واحد ثم أجب عن الأسئلة الآتية الشكل واحد واحد خريطة المملكة الأردنية الهاشمية حدد موقع محافظتك بالنسبة إلى العاصمة عمان ما أكبر محافظات المملكة مساحة؟ ما أصغر محافظات المملكة مساحة؟ ثانياً موقع وطني على خريطة الوطن العربي المملكة الأردنية الهاشمية إحدى دول الوطن العربي الذي يمتد في قارتي آسيا وإفريقيا ولتعرف حدود المملكة الأردنية الهاشمية ودول الجوار منظر خريطة الوطن العربي الآتية الشكل واحد اثنان خريطة الوطن العربي ما الدول المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية؟ يحد وطن الأردن من الشمال سوريا ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ومن الشرق المملكة العربية السعودية والعراق ومن الغرب فلسطين يتصف موقع وطني بطول حدوده البرية مع الدول المجاورة وقلة منافذه البحرية إذ يعد خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية وهو يطل على البحر الأحمر ثالثاً موقع وطني على خريطة العالم يتألف العالم من سبع قارات وهي آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية انظر خريطة العالم ثم أجب عن الأسئلة التي تليها الشكل 1-3 خريطة العالم عين موقع المملكة الأردنية الهاشمية على الخريطة في أي قارة تقع المملكة الأردنية الهاشمية؟ ما اسم القارتين التي يربط الأردن بينهما؟ يتميز الوطني بموقع متوسط بين قارات العالم إذ يمثل في هو والدول المجاورة له نقطة التقاء بين القارات الثلاث آسيا، إفريقيا، وأوروبا الأسئلة السؤال الأول ارجع إلى خريطة المملكة الأردنية الهاشمية ثم اكتب أسماء المحافظات الأردنية في الجدول الآتي السؤال الثاني حدد على الشكل الآتي الدول التي تحد المملكة الأردنية الهاشمية من جهاتها الأربع شمال، جنوب، شرق، غرب السؤال الثالث أكمل الفراغ بما هو مناسب من الجمل الآتية ألف عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية هي با يطع الأردن في قارة جيم المنفذ البحري الوحيد للأردن هو دال يطل الخليج العقبة على البحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة